طيب هل الدولة المصرية عايزة بس توزع يعني ندي تكافل وكرامة وسلاموا عليكم نوزع العيش بسعر المدعوم نوزع التموين أو السعر التموينية بسعر المدعوم نعم بس أو نوزع حتى الكراتين خالص الدولة الجمهورية الجديدة عايزة ايه؟ عايزة تمكين اقتصادينا دايما نقولك في جملة ايه؟ المصر يشتغل ويكسب لقم تعيشه بعرق جبينه وبكرامته بعزة وكرامة فالجمهورية الجديدة جزء من فلسفتها التمكين الاقتصادي الكل يصبح قادر على العمل ولديه فرصة للعمل ومدرب على العمل فتيجي نشوف هنا رعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية من غير القادرين تم إعفاءهم من المصروفات الدراسية سواء اذا كان برنامج تكافل أو برنامج تكافؤ الفرص التعليمية بالمناسبة احنا عندنا برنامج رجعين تاني للمدرسة أو رجعين للمدرسة رجعين نتعلم حاجة زي كده دول ولادنا اللي أهليهم غير قادرين على دفع المصروفات الدراسية فحياة كريمة تكفلوا بدفع هذه المصروفات بالمناسبة عشان الولاد يخشوا يتعلموا يرجعوا تاني ما يبقاش الاحتياج المادي واقف عائقوا قدام تعليمه خمسة مليون طالب تم إعفاءهم من المصروفات الدراسية طيب تعالى نشوف أهلينا الكبار في السن دول محتاجين براكز للرعاية ونوادي وما إلى ذلك 34 ألف من أهلينا استفادوا من خدمات 355 دار ونادي دول أبهاتنا وأمهاتنا بالمناسبة يعني في سن في سن بعض ولادنا يبقوا أجدادهم يا وجدته طيب أبناء مصر كريم النسب ولادنا سوضطين 27 ألف وربعمية من ولادنا دول اتقدمت لهم رعاية ومساعدة بتكلفة تقريبا 660 مليون جنيه مصري علشان دول برضو ولادنا ولادنا ويستحقوا كده لهم يعيشوا كويس يكلوا كويس يلبسوا كويس يتعلموا كويس تعالوا نشوف الدعم النقدي والدعم العيني اللي بيقدم بشكل شهري ليهم في نطاق بقى لإيه الأسر الطبعي ولادنا تانين حوالي 431 ألف من أولادنا اللي فقدوا أب أو أم أو الاتنين فبيتوفر لهم دعم نقدي بتكلفة قد إيه بقى 1 مليار و300 مليون سنوي دي مش مرة وراحد سنوي تعالوا نشوف إخواتنا القادرين باختلاف بيتعمل لهم دعم نقدي بقيمة 5 و 2 من 10 مليار جنيه سنوي بيستفيد منهم مليون ومئة ألف كل ده غير الصندوق اللي أعلن عنه الرئيس بالمناسبة طيب تعالوا نشوف الأسر اللي تضررت من أزمة أو كوارث فردية لقدر الله أو كارثة عامة لقدر الله أيضا اتقدم لهم قد إيه دعم اتقدم لهم مساعدات بحوالي 910 مليون جنيه استفادت منهم حوالي 226 ألف أسرة بس كده لا احنا لينا أهالي كبار بلا مأوى حوالي 22 ألف بني آدم 22 ألف إنسان مواطن مصري فتقدم لهم آه دول بلا مأوى اتقدم لهم أيضا دعم وتعاملت معهم وزارة التضامن احنا بنتكلم في التمكين الاقتصادي على 43 أولى 44 مليار جنيه مصري اتعملوا في إطار مشروعات صغيرة متنهية الصغر وفرت حوالي 3 مليون فرصة عمل لحد شهر نوفمبر اللي فات على طول ده مش بنتفرج على الناس مصر ما بتتفرجش على أولادها وخلاص طيب تعالي نشوف حجم المشروعات أو أعدادها عندي تقريبا 27 ألف مشروع تم تمويلهم من صندوق صندوق التنمية المحلية التكلفة كانت تقريبا 184 أو حوالي 185 مليون طيب تمويل حوالي 200 ألف مشروع هما 21 ألف تقريبا مشروع في برنامج مشروعك بالتحديد وده وفر 2 مليون فرصة عمل عد بالمناسبة فرص العمل انت بتتكلم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة متنهية الصغر 2.8 من 10 مشروعك 2 مليون يبقى كده كام 4 و 2 من 10 مليون طيب قروض الأنشطة الاجتماعية والاستثمارية الممولة من بنك ناصر الاجتماعي بالمناسبة احنا بنتكلم على حوالي 20 مليون واطن